تحدث فيصل فجر لاعب الوحدة السعودي عن خلافه السابق مع مواطنه المغربي عبدالرزاق حمد الله المحترف في صفوف اتحاد جدة ونفى فيصل فجر خلال حديثه عبر قناة العربية ان يكون هو السبب الرئيسي في استبعاد مواطنه عبدالرزاق حمد الله من منتخب المغرب قبل امم افريقيا 2019 في مصر وقال فيصل فجر لم اكن سببا في المشكلة التي حدثت لحمد الله في المنتخب كانت علاقتنا مميزة وتحدثنا عن تلك القصة ولا اعتقد ان ذلك الامر سبب خروجه من حسابات رينارد المدرب السابق وعن خلافه مع حمد الله حول تنفيذ احدى ركلات الجزاء مع المنتخب قال كنت انفذ تعليمات هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب حينها والذي طلب مني ان اكون اول منفذ لركلات الجزاء وشدد لاعب الوحدة الحالي على انه لا يوجد خلاف بينه وبين حمد الله حيث قال علاقة به كانت جيدة وهو لاعب رائع حقق الكثير في السعودية وحول قدومه الى الدوري السعودي قال اتيت الى الوحدة بحثا عن التغيير بعد قضاء سنتين في تركيا كنت ارغب في اكتشاف مسابقة جديدة وختم الهدف لم يكن المال اطلاقا والان انا سعيد بانني اتخذت قرار الانتقال الى السعودية متابعنا الاتحاد لا تنسى دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو وتفعيل جرس لشعارات ليصل كل جديد